السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أعضاء قناة وصفات من الآخر البنات لما اشتركوا في القناة فضلا يشترك ويفعل زر الجراز عشان يوصلكم إشارات بكل الفيديوهات الجديدة اللي هقدمها لكم الفترة الجاية عايزكم تعرفوا إن أنا بقدم لكم معلومات دقيقة جدا جدا يعني خلاصة تجارب وخلاصة أفكار فتابعوني وياريت لو أجبكم الفيديو لايك وشير كتير عشان في ناس مش مشتركة يقدر تقدر تحصل على هذا المحتوى اللي هي بتدور عليه اللايك بيفرق جدا جدا النهاردة هكلمكم عن سر حصري السر الوحيد السر الحصري الوحيد اللي تقدري تعرفي وتكتشفي ويأكدلك ويزبطلك مين بيفكر فيك ومين بيحبك بالسر وهل الشخص اللي بتفكر فيه فعلا هو الشخص المقصود وهو اللي بيفكر فيك أنا عارفة أن فيه ناس كتير جدا اتكلمت على علامات وأسرار كتير جدا تعرفي بيها أسرار فعلا من نفس وأسرار جسدية تعرفي بيها من الشخص اللي بيفكر فيك بالسر وهارفة أن المحتوى ده فيه ناس كتير جدا بتبحث عنه وعايزة تعرف الإجابة هيقتلها التفكير وعايزة تعرف إجابة السؤال ده بأي طريقة بل أعرف ناس كمان يعني بتدفع فلوس للمدربين علشان تعمل تمرين تخاطر علشان توصل للشخص اللي بتحبه وعلشان تأكدها للشخص ده بيحبه ولا لأ يعني فيه أسرار كتير جدا جدا وفيه ناس مهتمية بالسؤال ده أنا شرحت في حلقات كتير على القناة وقلت أسرار كتير جدا 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 بس السر الوحيد اللي تقدر يفعل تكتشفي تكتشفي منه مين الشخص اللي بيفكر فيك وهل الشخص ده معجب بيك وبيحبك إن تبقى هو في الفترة دي شغل تفكيرك فترة معينة لقيت نفسك تفكيرك ونشغل بإنسان معين 24 ساعة مركزة على هذا الشخص بتنام تفكري فيه بتقوم تفكري فيه وفجأة مرة واحدة وفجأة مرة واحدة لقيت نفسك الشخص ده تناساتي معجبتش بتفكري فيه لفترة معينة وبعدين راجع هذا التفكير تاني وهذا الاهتمام بيه وإن أنت شغل تفكيرك 24 ساعة بعد ما كنت تعافيتي ونسيتي هذا الشخص ومعجبتش بتفكري فجأة رد عليك التفكير تاني وبدأت تفكري نفس التفكير المرضي ده في الشخص 24 ساعة ومش مفارق خيالك وبيجي لك في الأحلام بعد ما كنت خلاص فكت التعلق وما قدتش بتفكري فيه أعرفي إن الشخص ده هو اللي كان بيفكر فيك وهو اللي كان شاغل تفكير وهو اللي كان بيتخاطر معي هو ده السر الوحيد السر الوحيد الحاصري اللي تقدر تعرفي منه فعلا هو الشخص ده بيفكر فيك ولا لا لو كنت بتفكري كيف وجدت فترة في النص خلاص حستي إن انت بدأت تتعافي في فترة نقاها معجبتش بتفكر زي الأول وخلاص بدأت تعيش يومك عادي وتمرس نشاطاتك معطيش شغلة نفسك بيه ولا شغلة تفكيرك بيه وفجأة مرة واحدة تلاقي نفس التفكير رجع تاني غصب عنك يعني انت ما انتش قصد غصب عنك تلاقيه نط جوه تفكيرك تاني نط جوه هلتك تاني اعرفي إن الشخص ده هو اللي كان بيفكر فيك وهو اللي بيتخاطر معاك مش انت اللي كنت بيفكر فيه الأول واعرفي إن الشخص ده بيحبك ويشاغل تفكيره بيك لو انطبق عليك هذا الشرط اعرفي إن الشخص التاني بيفكر فيك انت هتتابع برامج كتير جدا جدا وهتبحث عن الموضوع ده وهتلاقي أسرار كتير أنا ما بقولش الأسرار دي لا غلط لا الأسرار دي صحي برضو بس ده بقى السر اللي هيأكد لك وهيوضح لك حقيقة مشاعره وهيوضح لك حقيقة التفكير وهيوضح لك من اللي بيفكر في التاني الأول لأن النقطة دي نقطة خلاف كبيرة جدا 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 نقطة خلاف أنا اللي بيفكر الأول واللي هو اللي بيفكر الأول ممكن أنا اللي بيفكر الأول علشان كده طاقت التفكير وصلت لهالته فهو بدأ يفكر واللي هو اللي بيفكر الأول وعلشان كده طاقته اتنقلت عندي العقل اللواعي وبقيت أفكر فيه وهو اللي شغلني بالتفكير ما هي دي نقطة خلاف من اللي بيفكر في التاني الأول فانا حددتلك اهو حددتلك وعرفتك اتماشي ازاي وتعرف ازاي وتحدد ازاي احنا طبعا عارفين ان احنا عبارة عن عبارة عن طاقة وعبارة عن زبزبات طاقية زبزبات طاقية عايزاكوا جماعة تقروا وتتعمقوا في علوم مورا النفس البشرية النفس البشرية سيكولوجية معقدة جدا 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 البحث فيها شيء ممتع العلاقات البشرية والسلوك والافكار والمشاعر والحاجات دي كلها فعلا فعلا الدراسة والبحث فيها وعلوم الطاقة وقانون الجذب كل الحاجات دي البحث والدراسة فيها شيء شيء وممتع انا بدعوكم كلكم ان انتو تدرسوا علوم مورا النفس علوم البراسيكولوجي علوم النفس البشرية تعرفوا ما هي النفس وسيكولوجية النفس البشرية عشان تعرفوا تتعاملوا كويس جدا جدا مع الناس حواليكم تعرفوا تحددوا انواع علاقات اللي بتمر بيكم تعرفوا تحددوا ايه اللي بيحصل لكم انت فجأة مرة واحدة بتلاقي نفسك دخلتي في حالة اكتئاب دخلتي في حالة حزن دخلتي في حالة تفكير ما بينقطعش اربعة وشرين ساعة تفكير لما انت تكوني درسة الحاجات دي وفهمة وعارفة هتقدري تعالج نفسك والداوي نفسك وهتبقى عارفة كويس جدا ايه اللي بيحصل علشان حالة ما تتطورش لانها بتقلب لامراض نفسية وحالات اكتئاب مزمنة فاحنا ندرس الحاجات ديت ونقرأ كتير عنها ونبحث كتير فيها علوم شيقة جدا جدا يا ريك لو الكلام اللي انا بقوله ده بينطبق فعلا على حد تيكو يكتب لي في التعليقات واتواصل معايا ويشترك في القناة ويشاير الفيديو لعل لو عسى حد محتاج هذا المحتوى يقابل هذا الفيديو لو حتى عنده اي سؤال اي سؤال فيما يخص النفس البشرية او الاحلام او التفكير او المشاعر او العلاقات يتواصل معايا ويكتب لي هل الكلام ده بيحصل معايا ولا لأ في التعليقات اتمنى تكون الحلقة عجبتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته